أمارت السلطات الباكستانية منظمة Save the Children الدولية الإنسانية بمغادرة البلاد مؤكدة أنها تعمل ضد مصلحة البلاد على ما أفاد مسؤولون في الشرطة والحكومة وفي العام 2012 اتهمت الاستخبارات الباكستانية الجمعية الخيرية بالتعاون مع الطبيب الباكستاني شاكيل أفريدي الذي اتهم بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية CIA عبر إجراء حملة تلقيح كاذبة في إطار البحث عن زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأجبر الموظفون الأجانب في الجمعية على مغادرة البلاد بعد صدور الاتهامات ومذلك شددت باكستان سياساتها إزاء جمعية الغوث الدولية واتهمتها بأنها واجهات لعمليات تجسس وأنذرتها تكرارا بالحد من أنشطتها متوعدة برد حازم على أي نشاط مشبوه شكرا